السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزاء مرحبا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن موضوع مواصفات السيارة متسوبيش لانسر الجيل الخامس الملقبة بلانسر بطا الجيل الخامس اللي كان من سنة 92 لحد سنة 99 الموديل ده هو اللي نزل بعد لانسر الجيل الرابع عيون صفية الموديل ده اخد لقب لانسر بطا في مصر من كتر الشعبية بتاعته وبدأ الانتاج سنة 92 وتوقف تصنيعها تماما سنة 99 من كتر من الموديل ده مشهور بسرعته وزمن التصارع هتلاقيه موجود في ألعاب البلاي ستيشن وخاصة لعبة جي تي فايف على الكمبيوتر ومن العربات اللي دايما بتكسب في الألعاب ديه وكان تصميمها قوي ومتوافق مع الايرو دايناميكس او حركة الهوى وطريقة استضامه بالعربية على السرعات العالية اما بالنسبة للمحرك فافضل محرك موجود في عربيات اللانسر هو اللي نزل في النسخة بالتحديد اللي بيسموها اختصارا ايفو ودي عاملة زي نسخ المرسيليس الامجي وهنشوف كل التفاصيل دي دلوقتي بالنسبة للتصميم الخارجي تغير كالمعتاد من شركة لانسر في كل جيل جديد بتنزل تصميم مختلف في التصميم ده قلت الانحناعات الحد ده في العربية عشان تبقى اكتر انسيابية وتغير نظام المصابيح الامامية عن الجيل السابق بالنسبة للتصميم الداخلي اول تغيير كبير للمقصورة الداخلية في لانسر عن كل الاجيال السابقة وبقى الصالون بتاعها اكتر اناقها وجمال واستخدموا في التابلو ده وفي الصالون خمات جيدة جدا وحصل تغيير كمان في شكل عجلة القيادة العربية نزلت باشكال مختلفة سيدان وهاتشباك بدأت المحركات اللي نزل بيها الموديل ده من سعة 1300 سي سي لحد 2000 سي سي ونزل منها نسخة افوليوشن ودي تعتبر اول موديل من لانسر ينزل منها نسخة افوليوشن اول عربية من الجيل ده نزلت بمحرك بسعة 1300 سي سي وكانت مواصفاتها كالتالي بدأ انتاجها سنة 1992 وانتهى انتاجها سنة 1996 محركها احتراق داخلي سيدان اربع بيبان خمس مقاعد حتى صرعها من صفر المية كان بيتم في 12 ونقص ثانية سرعتها القصوى 170 كم ساعة القوة 75 حصان وعزم الدوران 108 نيوتن متر اربع سلندر قطر السلندر 71 ملي متر تلاتة سباب لكل سلندر باجمال 12 سباب الحقن الالكتروني غير مباشر متعدد النقاط الفلاتر OHC وزنها الكل كان 1459 كيلو جرام وحمولتها القصوى 510 كيلو جرام مساحة صندوق العربية كان 320 لتر وساعة خزان الوقود 50 لتر طولها 4 متر 20 سنتي عرضها متر 60 سنتي ارتفاعها متر 30 سنتي وكانت بتشتغل بنظام الدفع الامامي ICE نوع نائل الحركة يدوي وعدد تلوس وخمسة فراملها الامامية كانت ديسكات والفرامل الخلفية DRAM ما فيهاش ABS ودركسيون كان فيه باور حجم الاتراب بتاعتها كان 13 بوصة 8055 وفي نفس السنة ظهرت نسخة تانية بساعة محرك اكبر كان 1500 سي سي كان اسمها CP3A وكانت بالمواصفات التالية محرك برضو احتراق داخلي سيدان اربعة باب خمس مقاعد تسارعها من صفر المية كانت 12 ونص سانية صوراتها القصوى 170 كيلو متر ساعة بالنسبة لقدرة المحرك 115 حصان وعزم دورانه 135 نيوتن متر اربعة سلندر قطر السلندر 75 ملي متر اربعة سبابات لكل سلندر باجمالي 16 سباب بالحق ان الالكتروني غير المباشر متعدد النقاط برضو زي اللي فاتت الفلاتر بتاعتها كانت مختلفة كانت DOHC الوزن الكلي 1450 كيلو جرام حمولة قصة 510 كيلو جرام مساحة الصندوق كانت 320 لتر ساعة خزان الوقود 50 لتر وطول العربية دي كان 4 متر 20 سنتي عرض متر 60 ارتفاع متر 30 ونظام الدفع كان دفع امامي ICE برضو زي اللي فاتت نقل الحركة كان يدوي 5 تروس الفرام الامامية ديسكات والخلفية DRAM نزلت من غير ABS برضو والديركسيون بتاعها كان في باور وكان حجم الاطارات 13 بوصة 80 155 نزل بعد كده نسخة بنفس المواصفات ولكن كانت اوتوماتيك 4 تروس وبعدها نزلت نسخة بمحرك اكبر من اللي فات 1600 سي وكان اسم النسخة دي CB4A ونزلت النسخة دي بالمواصفات التالية محرك احتراق داخلي كانت سيدان 4 باب 5 مقاعد تساروها من صفر المية كانت في 9 ونص ثانية سرعتها القصوى 190 كم ساعة قوتها 113 حصان وعزم دوران 137 نيوتين متر 4 سلندر قطر الاستوانة 81 ميلي 4 سبابات لكل استوانة يعني 16 سباب حقن الكتروني غير مباشر متعدل للنقاط الفلاتر OHC وزنها كل 1550 كيلو جرام الحمولة القصوى 530 كيلو جرام وساعة صندوق العربية 320 لتر وساعة خزان الوقود 50 لتر الطول كان 4 متر 20 سنتي العرض 1 متر 60 سنتي ارتفاع 1 متر 30 سنتي ونظام الدفع الامامي بتاعها كان ICE نزل منها مانوال واوتوماتيك عدد التروس 5 في المانوال 4 في الاوتوماتيك فراملها الامامية كانت ديسكات والفرامل الخلفية DRAM ونزلت بدون ABS برضو وبدون باور حجم الاطراض كانت 13.855 نزلت بعد كده نسخة غريبة من لانسر الجيل الخامس البطة وهي السبب في صناعة نسخة الإفوليوشن النسخة العجيبة دي كانت بمحرك 2000 سي سي اتوفر منها نوعين الاولاني كان بمحرك ديزل وكان بيولد قوة 68 حصان وكان التسارع ضعيف مقارنة بالسيارات السابقة ولكن استهلاك الوقود كان قليل جداً كانت 6 1 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر سرعتها القصوى كانت 162 كيلو متر في الساعة وعزم الدوران 123 نيوتر متر وعدد الصبابات كانت 2 لكل سلندر يعني باجمال 8 سباب ونزلت النسخة دي بنظام فرامل ABS وفي سنة 1995 ظهر النوع الثاني للعربية دي وكان كتحديث للنوع الاولاني طبعاً اللي فشل كان بنفس سعة المحرك السابق 2000 سي سي لكن كان اداءها اكبر بكتير بشاحن تيربو بقدرة 270 حصان وسرعتها القصوى 200 كيلو متر في الساعة وكان دفع رباعي ونائل الحركة يدوي وابعدها كانت مختلفة عن النسخ اللي فاتت زاد الطول لاربعة متر تلاتين سنتي والارتفاع متر واربعين سنتي وتوقف تصنيع النسخة دي سنة 1999 المواصفات دي بتختلف من بلد لبلد على حسب المستورد او ما يسمى في بعض الدول باسم الوكيل هو اللي بيختار المواصفات والكاملات اللي عايزها في العربية لو عاوز فيديوهات عن العربيات وريفيوهات ومقارنات واسعار اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تجيلك الفيديوهات الجديدة وفي نهاية الفيديو اتمنى اكون افدتكم ولو من علومة صغيرة اشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة ليصلك كل جديد اشترك في القناة